كنا برضو نروح لتابع بعض التصريحات من نجوم نادي الزمالك والبداية مع حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك واللي قال انه سعيد بالفوز على فريق بيرميدز والتأهل لنهائي كاس السوبر المصري قال كمان في تصريحاته ان المباراة كانت صعبة جدا وكان الفريق عارف ده بشكل جيد اللعيبة بدلوا قصار جهدهم من اجل الفوز وضح كمان ان العيبة نادي الزمالك نجحه في العودة للمباراة وتسجيل هدف التعدل وده كان في الدقيقة الأخيرة شهدت طبعا إلغاء هدف لبيرميدز بسبب التسلل ونادي الزمالك اتمرن كويس جدا على ركلات الترجيح ونجح في الفوز ويستحق هذه النتيجة من تصريح المثلوثي نروح لتصريح ناصر منسي واللي أبدأ طبعا سعدته بالفوز على بيرميدز في نصف نهائي بطولة كاس السوبر المحلي والتأهل المباراة النهائية قال الحمد لله على الفوز والحكم ظلمنا باحتساب ركلة جزاء البيرميدز ونجحنا في تحقيق الفوز وبشكر الجماهير الزمالكوية اللي سندتنا وأضاف ناصر منسي بنسعى لإسعاد الجماهير بتحقيق الفوز بالمزيد من البطولات في الفترة اللي جاية وهنقف الملف في مباراة بيرميدز ونبدأ التركيز في اللقاء النهائي من أجل التتويج بالبطولة نروح كمان لتصريح لعبدالله السعيد لعب وسط نادي الزمالكو اللي كشف عن ساعته بتحقيق الفوز على بيرميدز بركلات الترجيح وقال عبدالله السعيد بعد المباراة الحمد لله على الفوز خضنا مباراة صعبة قدام فريق كبير بيضم لعيبة مميزة ولكن الزمالك كان في حالة تركيز لمنافس ودي سمة الفرق الكبيرة قال كمان كانت عندنا ثقة في نفسنا من أجل العودة في المباراة لأن دي سمة الفرق الكبيرة والجهاز الفني بيشتغل على تحقيق التماسك في الملعب في المباريات الكبرى وختم التصريحات وقال سعداء بالفوز ولكن علينا التركيز والاستعداد للمباراة النهائية